أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح في فيروس كورونا من انتاج شركة فيزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يأتي هذا في إطار ألية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء للتأكد من أمانها وفعليتها قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية